بصي بقى اللي قاله كابتن أحمد ناجي ده برضو أيضا مهم خلونا واقعين النادي الأهلي ما زال لديهم مباراتين في منتهى الأهمية مبارات القطن يوم الجمعة وبعد كده مبارات الهلال في القار القطن هتبقى في الكاميرون في جروة وبعد كده مبارات الهلال كده كده الأهلي لازم ياخد السلطة المقاط بسم الله الرحمن الرحيم يوم السبت اللي هو يوم بعد مبارات الأهلي والهلال اللي هتبقى يوم الجمعة هيبقى فيه مباراة سان داونز والهلال احنا محتاجين ايه في المباراة دي اللي هتقام في السودان ان سان داونز يكسب او على اقل تقدير يتعدل مع الهلال طيب واحدة واحدة كده كده سان داونز اتصور هيلعب اتصور واتوقع ان هيلعب مباراة محترمة تمام تمام بس تفتكر مثلا لو سان داونز فكر انه يعدي الهلال ويخرج الاهل في المباراة دي هيعملها بمنطق ايه بمنطق المصلحة انا مصلحتي ان انا ابعد اكبر واهم فريق مرشح لهذه البطولة النادي الاهل ولما لو طلع معايا او صعد معايا ممكن بعد كده يقابلني ويخرجني فمصلحتي ان انا خرج النادي الاهل طيب دا طبعا خارج اطار الفير بلاي كده يبقى نادي مش مش جيد تمام بس انا بقولك الناس ممكن تفكر ازاي فاحنا هنعيش على امل وللأسف اللي حطينا في دا هو النادي الاهلي على امل ان سان داونز يلعب مباراة محترمة وانا تصوري او توقعي انه هيعمل كده مش عارف ليه مش عارف ليه طبعا الناس اسهلها تقولك لا لا مستحيل سان داونز اكيد هي هيخلي الهلال يكسبه اتمنى واتوقع انه سان داونز يلعب مباراة محترمة قدام الهلال لو لعب مباراة محترمة قدام الهلال ممكن يكسب الهلال او يتعادل معاهم عادي في السنان اشتركوا في القناة